اشتركوا في القناة في البداية والنهاية لابن كثير الامام المفسر المحدث واحسب انها في البداية والنهاية نعم قد رواها ايضا البيهقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه وده جوانب من السيرة مرات الناس ما التقطوه يعني للأسف السيرة مرات في حياة كثير من المسلمين يعني اصبحت ادخل في الدراسات الاكاديمية من دراسات المقاصد والحياة الرسول صلى الله عليه وسلم تجمع عنده عشر دراحي عشر دراحي ودخل بها سوق المدينة اشترى باربع دراهم قميصا ثوبا وكان الثوبة الذي استبدله بالثوب الجديد باليا تخيلوا ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم كان باليا وهو الذي خير ان تجعل له ارض مكة زهبا فاختار ان يكون في زمرة المساكين اشترى القميص بتاعه فلما لبسه واحد من اصحابه قال يا رسول الله والله ما اجمل هذا السوب ما احسنه ويقال في الاثر الشريف انه ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قط شيئا الا منحه وعطاه طوال سيد النبي قلع قميصه والبسه لصاحبه فلما دخل الرجل كده على اصحابه لامو ما عندك زوج يا اخي ده قميص الرسول صلى الله عليه وسلم واشتراه ولا ترى ان سوبه باليا فالصحابي اطرح كده في حزن قال لونه والله ما طلبته من رسول الله الا اني اريدت ان يكون كفني وكانت التبرير كافي سكتوا المصطفى صلى الله عليه وسلم مشى بالاربعة دنانيرا الاخرى يشترى قبيصا اخر وفضلت له اتنين درهمين وهو خارج من السوق شوف الانتباهات البسيطة دي للانسانية وجد له جارية صغيرة كده تبكي فاستوقفه المنظر يعني ما شاء مسألة يعني انها بتبكي ليه فقامت قالت له ان اهلي ارسلوني الى هي خادمة يعني جارية فقامت قالت له ارسلوني لطعام ففقدت الدرهمين تبقى حيت في الواطة والتراب وكده فقام الرسول صلى الله عليه وسلم دفع اليها بالدرهمين والرسول صلى الله عليه وسلم خطى خطوات منها فاستمرت في بكائها ونحيبها فقام الرسول صلى الله عليه وسلم جرى رجحتاني وقال ليه يعني قد دفعت اليك الدرهمين يعني وبتبكي مالك داني يعني قالت له ان خفتوا ان وصلتهم ان يضربون يعني لتاخري طيحت الزمن يعني فقام الرسول صلى الله عليه وسلم تخيلوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصطحب مسافه طويلة جدا فالبيت دلي واحد من الصحابة اسمه سعد انا ما احرفه في الحناية ما ذكرت هو سعد ابن الصامد سعد ابن عبادة سعد قيل يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع صوته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سلاس ومن عدب اللي تكيت انك اذا سلمت وطرقت الباب سلاسة بامشي بعد ده ده من دوق الرسول صلى الله عليه وسلم في الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لجاري خلاص يعني لم على اهلك والرسول صلى الله عليه وسلم خطأ ماشيا فسعد فتح الباب فشوف البركة قال لي والله يا رسول الله لقد سمعتك من السلام الأول فإذا اني اريدت ان استزيد من سلامك اعرف انه سلام الرسول ده بركة وهو كان يرد على الرسول بصوت خفيض عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله مرة ومرتين وثلاثة فقام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي واتيته مع هذه الجارية شافعا يا متشفعا يعني بيت تكون ده دخرت فأتيت شافعا يعني تشفع فيها ف فالصحابي دقل له وببركة قدومك يا رسول الله فهي حرة لوجه الله فشكره المصطفى واثنى عليه وظل يردد يا لبركة عشرة دراهيم كستني وكست انصاريا واعتقد رقب حررتها فلما تذكرت هذه الحكاية اللطيفة طبعا حاجة صغيرة جدا حكاية صغيرة جدا من الزمان والمكان لكن الشخص عظام جدا يقف في مقتل ويأتيهم صلى الله عليه وسلم ولذلك أنا قلت لعل الكلمات التي نقولها يعني نحن ماشينا على عشر حلقات قلت في نفسي زورت في نفسي حديثا انها ربما احدثت كثير من البركة في هذا الجو السياسي المعتكر وقد عاهدت يعني وهذه دعوة اننا كلنا نقر السيرة بطريقة اخرى يعني حقه كل زول يقرس سيرة ويقول هذه سيرتي لان كل زول تتفتح له في اسهانه قيم لا تتفتح لاخر وهذا من بركة القرآن وبركة السنة وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته ولذلك بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم كنت قد عاهدت ابي زمانا طويلا انني في معترك الحياة العامة والسياسة قال لي ان دخلت فقف في الصف الذي يتقدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم ايا كانت الدعوة ولذلك لما دخلت الجامعة نأيت بل تعجبته لأناس يقفون تحت راية كارل ماركس وإنجلز ولينين وهناك راية المصطفى من المراكس القدامة والجدد عجبته لأناس يقفون تحت راية الشعوبيين والقوميين زكي الأرسوزي وميشيل عفلق وهناك راية محمد صلى الله عليه وسلم عجبت لأناس يقفون تحت راية الوجوديين سارتر هذا الملحد العتيد ويقفون تحت راية عبد الناصر بكل هزائمه بكل سقطاته الكبيرة وللعروبيين الذي تجاوز رسالة الإسلام الكبرى التي خرجت هداية للبشر ويختار فكرة قائمة على العرق والدم فكرة العروبيين كل هذه كلها سقطت الآن وبقيت راية محمد صلى الله عليه وسلم وأنا يعني يعني داخل على هذه الحلقة أنا تعودت ألا ألا أعد حلقة يعني نحن علمنا في علم الخطابة أن ما يعتبر من نفسك من مشاعر قلها لأن المشاعر المتدفقة ومحكومة ببعض الفكر ولكنها صادقة تدخل إلى قلوب الناس قلها بصدق وشجاع ولذلك أنا ذكرت في حلقة سابقة سألت صلاح أحمد إبراهيم قلت لي صلاح كيف استطعت أن تجابه الحزب الشيوعي وهو أكبر الأحزاب اليسارية في العالم العربي والإسلامي وافريقيا وحدك فقال لي قولته التي أهديها لكل الذي يصارعون بحكمة إن الرجل الشجاع الواحد الصادق يشكل أغلبية مرس في حملاتنا ضد اليساريين وهم يحاولون سرقة السورات سرقوها في أكتوبر وسرقوها في أبريل ويحاولون سرقتها الآن هي الاحتجاجات ورقوب خيلها المشرعة والمهيضة فأحمد سليمان قال لي كيف 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 قدرت تواجه بهذه الحملات الشيوعية فقلت له ما انت واجهت وانا يا أحمد قال لي شوف يا حسين أنا دار أقول لك أخطر تكوينات في الدنيا دي تكوينات اليساريين لأنه علم اختيال الشخصية ده جزء من المنهج بتاعهم وقام قال لي وفي ذلك يستوون اذكرت كلامه ده يعني قال لي عبارة لطيفة جدا قال لي تعرف يا حسين ليس هناك أسوأ من الشيوع الا الشيوع السابق يعني عدت لو تخلى الشيوعية من أي سبب من هم أسوأ من بعض فلما نظرت له قال له الا اذا احتدى مثلي واناب واطلغ ضحكة كبيرة وانا بفتكر يا جماعة دراسة احمد سليمان المحامي عليه الرحمة انا بفتكر انها تفسير كامل لحركة الوعي والشك الفكري من البدايات حتى 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 النهاية السعيدة التي نحسب ان احمد سليمان عليه الرحمة مات عليها والرجل فياض بالمعلومات وانا ادعو كل الناس ان يقرؤ كتابه الذي اختفى من اسف من المكتبات وادعو يعني كل القائمين على الامر ليضعوا هذا الكتاب مشيناها خطا مذكرات شيوع اهتدى واحمد سليمان فيه تدفق وفيه زكاة والبلد ومسقف بعدين عنده مقدرة في الاستدلال بالقرآن واحتلاب المعاني بطريقة عجيبة وجرأة وشجاعة و يعني ولطف حتى على ماركسيات التي كان يقسم بها يقول لك حسن الامام مشهور يقول لك وشرف الماركسي فيه صورة اظن يا ريت المجموعة تلقى لنا في الارشيف بتاع الصور عنده صورة لطيفة جدا مع الملكة الادبس عندما زارت السودان عام 65 في اكتوبر بعد صورة اكتوبر وكان لحظنا نزاك رئيس المجلس السياة في هو يتداول بين العضاء كانت دكتور التجان الماحي بكل سعته وسقافته واريحيته يعني ف احمد سليمان كانوا مسألة حزب الشيوعية في حكومة جوهد العياد اللي اغلبة كانت شيوعيين يعني فالملكة الازباس مارة كده وبتسلم على الوزراء عنده صورة نادرة جدا سلم على الملكة الازباس وقال العبارة لطيفة جدا قال لنا احمد سليمان ومثل الحزب الشيوعي السوداني في مملكتك الكبيرة التي لا تغيب عنها الشمس فانفجرت الملكة الازباس بضحكة خرجت عن البرتوكول احتروا حتى الانجليز لتعليق احمد سليمان وصارت تحكيها على كل الناس انه هناك وزير سوداني بيفتكر روحه هو في شيوعي في مملكة التي لا تغيب عنها الشمس و يعني احمد سليمان عليه الرحمة كان يتمتع ب يعني حاولنا نتعلم عافية نفسية يعني طبعا الشيوعين بعد انقسام الحزب الشيوعي دوروا عليه حملة رهيبة حملتين الحقيقة الحملة بتاع انقسام عن الحزب الشيوعي يفتكر انه هو العراب الانقسام مش سوري يعني ف دي حملة الحملة الاولى عندما انضم للمكتب السياسي لالجبهة الاسلامية القومية وبرضه شنوا عليه الحملة الثانية ف بتذكر في مؤتمر صحفي صغير كدا واحد قال له يعني صحفي يساري كدا بعد اعلن انضمامه للجبهة الاسلامية فقام قال له يعني انت معروف احمد سليمان بماديتك وسلوكك قبل انضمامك للحركة الاسلامية وانت بتحتاج لك لمدى كبير جدا من التطهور خاصة انك كنت دونجوان يعني وعندك علاقات كلام سخيف كدا افتكرت انا احمد سليمان انكسر كدا ولا يستحي وكدا فقام قال لي ولدي تقليل ادب تسألني قال لي انا دونجوان وانا بشرب وانا انت بجنون انك كنت كافر بالله ورسول تجد كل يبي تشرب فكان يعني كانت ضجة القاعة الصغيرة بالضحك وكدا كان فيه عافية نفسية كبيرة جدا ولذلك انا افتكر انه اقدم اعترافات في الكتاب رهيب يال الحزب الشيوع والماركسية في العالم العامل واليهود هي صممت لطرب العالم العربي والاسلامي وكان تمهيد لانه دولة فلسطين لانه 90% من قيادات الحركة البلشفية في 17 في اتحاد السوفيتي 90% منه كان يهود 90% من قيادات الحزب كانت من اليهود ولذلك من حاجاته العجيبة قال لي الحزب الشيوعي نحن في مصر جندنا هنا ريكورييل قال لي المجموعة بتاعة اسكرا دي الماسكة هنا ريكورييل جندتنا نحن انا وعبدالغالب حتى مجموعة من الاتحاد ومعانا عبدالماجد ابو حساب وده كل لون بعد قال لي ديل خرجوا طبعا للتيار الوطني لكن احنا ظللنا والحزب الشيوعي فرع الخرطوم قال لي اسسوا اسسوا مجموعة من الضباط الانجليز يعني قال لي نحن عندنا اي صلة بتراس البلد وحقيقة يعني هو النبهني هو والوالد مرة قال لي اقرأ الميدان دي اقرأ الميدان دي من الصفحة الاولى للصفحة الاخيرة هتلقى فيها الرسول ولا هتلقى فيها الله سبحانه وتعالى ولا هتلقى فيها اثر ولا سيرة ولا فكرة ولا بيت شعر ولا اي حاجة قال لي مش يتحدث عن التعددية الثقافية قال لي امسك الميدان دي لو جيت لجيت الله سبحانه وتعالى ولا جيت الرسول والسلام قال لي احنا عندنا قيم مكبر من كده قال لي امسك من العدد الاول لحد الليلة ما في لا بسم الله الرحمن الرحيم بس قال لي دي تؤكد انفصام هؤلاء عن هذه القيم انا الحقيقة في هذه الحلقة داير اقول انه الحملة التي ادارتها مجموعة الاندايا اليسارية الحقيقة انه اليام الفاتة دي يعني خلوا الشعب السوداني ده مبتئس جدا بالاندايا ميدي التي يديرها اليسار السوداني وبحملاتهم عن كل الذين حاولوا ان يقول للرايا ان يقول رايا اخر يعني يعني تسفلوا واحد يسار صاحبنا كده قال لي والله انا في بعض الاطروحات حاولت اكتب مقالة صحي فيها بعض الهجوم عليك لكن قال لي لم يترك لك اليسار السوداني بكل مدارسه كلمة متسفلة لم يقلها لحد ما نضبه يعني حتى قام موسى الشتيمة ضد الاخر اكمله تماما خلاص يعني تم تم تحرير انا يعني فانا داير اقول انه الان يعني مجموعة يعني قبيلة الزباب لان لن يضرها القزة يعني نحن بنقلب الصفحة ونفتح باب الحكمة الحكمة والوعي والارادة الجديدة لفتح الطريقة ما مرأي الاخر انا انا دار اقول انه كل الحملة التي دارت الايام الفائتة خليها تبقى بكل ما تعرضنا له تكون فداء لاصوات اخرى ظنوا انهم قد قتلوها بالتخويف والتخويم الان حق لابناء سوداني ان يتحدثوا وحق لابناء سودان ان يتكلموا وان يعارضوا وان يقولوا لا لمجموعة دفع لها عشرات الملايين لتخرس الصوت الحر الصوت الذي مضى في هذه الشعب السوداني مكارم واخلاق وقيم يريدوا ان يخرسوها تماما واليومين دال يا جماعة الجماعة دال في معركة كبيرة جدا انا دارك شكرا لكم معلومة اربكتهم جدا مجموعة السبعين اللي يدفعوا ليها مجموعاتهم الحزبية انا دار ينبه بها اولادنا الذين يركبون ظهورهم هم يطلعوا للشارع وهم يجهزوا بيدل للوزارة انا مرة حكاليا اخونا محافظ الشيخ الزاكي كان رئيس اتحاد اكتوبر عام 64 اكتوبر 64 دي اسم سورة الطلاب زي زي سورة اولادنا اليومين دي اكتوبر انتصرت فبيحكي لي يعني قال لي الشهداء والمظاهرات والندوات وكده تولى اتحاط الله بيانط افرطوم فقام قال لي لما انتصرت السلطة وانتصرت الثورة وعبوط حل المجلس لعل للقوات المسلحة وكده وبقوا التكوينات السياسية على شرفة تكوين حكومة انتقالية سيطر عليها الشيوعين كان لي في اجتماعات اغلبة كان في نادي الاساتذة فقام قال لي انا مرة سكت ثلاثة من زعامات اتحاط الله جاء وانتقرت معاي ربي حسن احمد كده مش هيناليهم قال لي نحن لعملنا الثورة فوجينا انتو طردونا العبارة السمحت هوفات التضاني يا ولاد امشو تيم قراءة تكون خلوا السياسة اللي السياسية فقال لي كنا اولاد مؤدبين انسحبنا نحن العبارة الاشهر في الادبة السوداني نحن الذين صنعنا اكتوبر من مرة الاسة من ليل الاسة ومر الزكريات انسحبنا انسحبنا تماما للثورة التي صغناها نفس التجربة حد احدث لو انتصرت الثورة دي ولا ما انتصرت بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة حيجوا يقولوا الى الاولاد دي لم ستموا براية تكون ولذلك هم يؤجلون هم يؤجلون الان ان تفرس هذه طبعا فيهم خريجين وفيهم طلاب الان بالجسم الهلامي بتحت جمع المهنين ده المطلع للناس ما طلع للناس ماسونية شيوعية تكوينات غيبية في جسم كده ما بعرف البحركة القصة اللي هو شركة يعني شركة اعلام اللي هي حتعلن انه بكرة في مظاهرة في الحتة الفلانية لكن هم ممنوع اللي هدرينا نسلم البلد بتاعتنا لخفافيش الاولاد صارعوا ويتعرضوا للمعارك وللموت وللتصدي وهم اتقياء اخفية اه الان هم مهمتهم مش الاعلان بس مهمتهم توزيع المال الحرام انا داير واكل للمغفلين النافعين الموجودين من التيارات الحزبية المختلفة والذين يدعيون الثورية المثالية بالمناسبة المعلومات المؤكدة من المعارضين ومن الاجهزة الداخلية والخارجية ومن المنظمات انه تم ادجز من ازمة السيول الحاصل يومين دول بالمناسبة الان المبالغ التي تحصل عليها مجموعة السماسر الذين يديرون المعرك الخاسر الان في الارض السودانية قبض 250 مليون دولار دفع اولى طبعا على السودان الكبير ده بكل كبريائه وتاريخه وثوراته وثرواته ما غالية 250 مليون دولار والمعرك المستعرة الان بين قيادات الاحزاب الحرية والتغيير ونداء السودان والجسم الهلامي الما معروف ده بتاع الاتحاد التجمع المهنيين حول هذه الموال الطائلة دراسة الجدوى القدموها قبل ستة شهور حول افتعال الثورة في السودان ليسقاط النظام اللي هي مليون مليار دولار يدفعت منها ربوع الان 250 مليون دولار لتا اي حاجة بيقروش الان اي حاجة بيقروش لكن ده المبلغ ده ما صرفوا منه اقل من 5% الان المعارك في الداخل والخارج الدون قروش وحتسمع وبعد شوي فضائح حول انه كل القصة دي الشعب السوداني فيها بيعوا شروة الشعب السوداني في هذه المسألة بيعوا شروة اشتروا كل الحاجات اجروا مستشفيات اشتروا اقلام اشتروا حلاقيم اشتروا عربات كل الحاجة جاهزة لكن ده ما بيشكل ولا 5% من الذي قبض ومن الذي هو اتن لكن انا بطم هذا الشعب الابي الذي ما باع زمته ابدا لمستعمر او صهيوني لان نقول لهم انهم سينفقونها وتكون حسرة حسرة عليهم وحسرة على سادتهم وستبقى قيم هذا السودان الذي لم يستطع حسي على استعمار الحديث لحرب الجنوب بستين عام لم يستطع ان يركع الشعب السوداني ولم يستطع ان يركع الجيش السوداني لما طلعنا الجنوب طلعنا منه يقاف لحريق اخوتنا الجنوبين لانهم ارادوا الانقسام لكن لكن لو اردنا ان تظل لظل الجنوب بالدم لظل الى الان ما قدروا ابدا يحرروا مدينة واحدة ما قدروا يحرروا مدينة واحدة وبعدين دا ما حاجة عملت الانقاز دا المجتمع الدولي داخل دا جماعة ايزا الناس زي لا يمشوا يمشوا ما قالت الانقاز قالت اول حاجة مقررات اسمرة المرغني والاسوى والمرغني والصادق المهدي والشيوعيين كل بصموا على القصة دي ولذلك الذي حدث في نيفاشا هو كان تقرير للذي كل الذي قيل حق تقرير من مصير لو كان نمكن كان التباكى على الجنوب لو ان الجنوبين دا صوتوا 60% لصالح الانفصال دا صوتوا قرابة 99% 99% دا ما حتى ظل حرب ليوم الدين يعني قالوا احنا لم نشوكم عرقا ولا فكرة ولا ميولا ولا تاريخا وكده ما انه الدم واحد والسحنة واحدة والامتداد واحد ولكن الاستعمار اراد ذلك وبعدين حتى عندما خرج الشمال ما الذي حدث الآن الجنوب هو الذي ترونه الآن الآن المعركة نحن ستستمر يعني معركة الوعي هذه تماما ستستمر ليلة نهار نحن 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 يعني قام واحد من للي قال لي وسهل حسين انك ما كنت واضح جدا انت قلت الآن في اولادنا اولادنا دير رفعين شعارات نبيلة جدا وقيمة جدا وزات معنا ويجب ان نستمع لهم وفي مجموعة من الاحزاب اليسارية التي لا قيمة لها في الديمقراطية تريد ان تركب موجة هذه الشعارات النبيلة التي يقودها اولادنا ونستعملت كلمة اولاد وجاي تيار بتاع وحي كبير جدا التيار ده هو تيار الوطني الاسلام العريض ما ممثل السلطة بس يمثل كل سودانين بما فيهم بعض المعارضين الغافلين نتكلم عن الشعب السوداني كله اللي هو بمثل 98% ددينا الدولة ديل لما نصحوا الصحوة الكاملة عملية الفرز حتتم للاخر عملية الفرز حتتم للاخر وبعد داك هذه الاحزاب اليسارية التي تتغزى على اكتاف اولادنا سترفع يديها بوجود هذا التيار العريض 98% حينها سيدخل الجرزان وسزاد العفاق جحوره مسألة واضحة جدا قال انا بالنسبة ليه مفهومة الحملة لا داروها ضدنا قام وقال للأولاد السائرين انه حسين خوجلي ما بيقصود نحن بيقصود كم انتو واخر حاجة طوروها بيقصود الشعب السوداني فقمت قلت ليه دي ذكرتني هم طبعا براهم ما بيقدروا انا اتحديتهم في واحدة من الحلقات قلت ليه خلوا اولادنا ديل يستريحوا دقائق ادعو لخروج تظاهر من عضوية الحزب الشيوع السوداني هادرة لتعبر عن معارضتها لهذا النظام مشت شريحة سائرة وطليعية وكده اطلعوا والله مية نفر ما يطلعوا خلوا المؤتمر الوطني المؤتمر السوداني يطلع له مظاهرة ما حيطل بكل ما يملك منه تافية ما حتكون اكتر من مية خل البعثين يطلعوا مظاهرة ما حيكون اكتر من عشرة الناصرين اتنين بيت تولد بس زي ما قال واحد من اخواننا كده قال جاء داخل الجامعة مرة لي قال ليه لافتا في البركس من اول لاخرة ناصريون نعم قال لما نزل المشهر نشاط ليه قال ليه بيت تولد ماشي مع بعض قال ليه انتشو قال ليه تنظيم الناصريين فقام كتب ليه مغال ساخر ناصرياني نعم اتنين بس عشان كده هم الان اي اتفاق سياسي يحتكم للصندوق والشرعية ما دا يريد انه الان فضيحة حيريحوا شمار في مرقة هتجي القوة الوطنية الحقيقية ممثلة اللي عندها وجود طبيعي والصجمه الشعب السوداني ما عندهم ولذلك انا افتكر انه حتى الممارسة السياسية اللي بيعملوا فيها دي زكاء لانك ما عندك حاجة اذا ات هنا تملأ الدنيا ادعاء ومزاعم بانك تملك الاغلبية كلام كويس وتمشي انتخابات ليه حتستمر هذي ولو احترق السودان ولازم يجي يقول حسين خوجة اللي ما شتمنا نحن شتم الشحب السوداني شتم الطلاب شتم كده لانه هم براهم هم عارفين انا عارفين انه ما بيقدر يواجه لازم يدس وسط الناس لازم يكذب وسط الناس لازم يدرق بين الناس قدت ليه القصة دي ما مكشوفة اذا غابت الليل هتصهر بكرة حكيت ليه نقطة لطيفة جدا قدت ليه العبادي الله يرحم يمش العبادي وسيد عبد العزيز عبيد عبد الرحمن عتيق شعرال شعبي شعرال عمنا التنقاري احمد علي التنقاري الشاعر كان عنده محل مشهور جدا بتاع دوات منزلية في سقو مدرمان وكان قدامه برندة بيجو شعرال حقيبة هو شاعر برضو فبيقعدوا معاه ويتونس وكده في واحد من شعران دار يقول اسمه كان في الاهلية مدرمان ساعي وجو لطيف ومدعلم وشاعر كويس جدا لكنه ظروف الحياة اشتغال المير يعني في المير شغال ساعي وراس فجزء من ونست مع التنقاري كيف فلان اشتغل ساعي في المدرسة الاحلية مدرمان الناظرة كان برضو شاعر النور ابراهيم شاعر فصيحة اسمه امير الكتيبة داي المجموعة من الظرفاء الشعار كان يكتبوا في السودان الجديد افتكر مساجلات كل زول يقول ابيات كده ويرود عليه وكده وانا الفارس اللطايف كان متابعة الشعب السودان يسمى وهو كل زول يدعي انه امير الكتيبة الناس يقروا جرائد في الستينات والسبعينات لو رجعوا للأرشيف يلقوا هذه المعارك الماتعة في تاريخ الادب والثقافة السودانية فالناس عتيق والعبادي جزو من ونستون مع التنقاري انه كيف فولندا يشتغل الساعي يودل سمعة الحقيبة والشعراء وكده هنا هم طبعا بيعملوا في ميهن لكن بيفتكروا هاشر في ميهن دجوية يعني اللي هو العبادي كان كاتب دوبيا عتيق كان براد صناعية يعني صيد عبدالعزيز عبيد عبدالرحمن كانوا مكانيكية وسواقين وهكذا يعني ابو صلاح عليه الرحمة كان برضو نجار فقال التنقاري قال ليون شوفوا تمشوا لي فلاندا في المدرسة الاحلية كوينوا لجنة تقول ليه التنقاري قال ليك ده عرضا اليك عشان نستخلص سبعة الشعرات السودانيين والشعر السوداني اولا شوفوا رادبو كم انا بديه رادبو ليه مدة سنة ورادبو ده ذاته انا بضحف ليه مرتين واللي جي قعد معا هنا في الدكان ده مراقب فقام الجماعة العبادي وسيد وكده طار وفرحا ومشو ليه عمنا ده والشاعر وكده وقعدوا معاوندون في الاهليا مدرمان حوشة كبير كده في مكتب صغير بيقعدوا فيه السعاة فمشو لقاون متحلل وكده هو لكن في باطن حقل وسر وكده ما دار يخل وظيفته ده رغم ان اظن كانوا بيدوا سبع جنيه و النور ابراهيم انا ظن مدرس طبعا مبلغ كبير يعني بقياس الزمن ذاك وكده فقام ومشو ليه قالوا ليه اخي نحن جيناك بعرض بعرض من تنقار اول شي راتبك ده لمدة سنة كر حي سلمك ليه يضع يفليك راتبك ده ثلاثة مرات وتجي تشتغل معه العرض مغري لقيا صديقه ما داري فارغ الوظيفة فقام قالوا ليه راتبك كم فقال لي ما اعطل في القصة دي قال له نشوفه انا والله راتبي ما بعرف كم لكن انا والنور ابراهيم ده بيدونا 90 جنيه راتب ضمه لراتب نظر المدرسة دي بتكون سبعة وده 83 يعني انا والنور ابراهيم راتبنا 9 جنيه واتلونا الشيئين زي القصة دي واليساريين هما بقول لكم ان احنا كم لكن بيقولوا لكم احنا والشعب السوداني 40 مليون هم كلهم بيقولون زي الف نفر كده لكن على حال انا دار اقول حاجة هذه المجموعة حصل الاجتماع مهم جدا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والمجموعة الشرقية النخب بتاع الحساب الشيوعية العربية قررت انها تشتغل مع الامريكان قررت انها تشتغل مع الامريكان منظمات هم عندهم عدام تأصل هم يعني مرات مرات بتلاعبوا بالشعارات يعني يقول لك بدل يقول لك نحنا ضد الإسلام ضد الرسول ضد القيم ما بقولوا كده يقول لك نحنا ضد الإسلام السياسي يعني دائما بيقول لهم الشعار هذا هو هو المسلم ده هو المسلم من لده نل رسول للليلة دي صلى الله 上 سعلى لو ما بقى سياسي قيمته شنو يعني انا خلي اللي يكون الصولجان والحزب والاقتصاد والقيادات والجيش وكده أبقى مسلم بتحت كايا وده ده رقوله لكل الناس أي زول بيفتكر إنه الإسلام ده ما إسلام سياسي ما عنده دين ولا عنده نخوة ولا عنده مستقبل صحيح يجب أن تكون الدين لوجه الله والسياسة لوجه الله والدين يحكم السياسة أي تجربة في الدنيا ده على المستوى الشخصي والجماعي والحاكمية غلط ما غلط الدين ولا غلط الإسلام كيف تخلي كيف يعني كيف تقول إنه الإسلام ما سياسي القصة دي تبقى واضحة جدا صحيح تقسيل تحارب الفساد وكده ركي ما تخلي دينك هل سوفرد في حوادث حركة في الشارع بيقول العربات تقيف أضبط القصة والهناية والقوانين وكده الشعارات ديها جماعة أكذوبة كل مرة عشان يحاربونا ما بجوق عديل ما بجوق عديل أبدا نازم يعملوا ليك حاجة الإسلام السياسي تقام سياسي الرسول صلى الله عليه وسلم ده كان رسول وكان سياسي أبدا ما تدرق لحاكمية التطبيقات غلط في فساد في استبداد وده دي حاجة برا لكن تبقى مسلم سياسي تخلي دينك للآخرين تبقى في التكايع تخش الجيش وتخش البرلمان وتبقى وزير في قلبون صالح ولا طالح حتى مسلم تبشي لقدام لحد ما تتصلح لكن يقولوا لك الإسلام السياسي أو يقول لك الدولة الدينية الدولة الدينية ما لا الدين قعب شعارات يدخلوها في أسهان الناس وترسخ بدون انتقاده قوة ولكن الشعب يتزكي جدا يعني كل ما راهنوا على غشة الشعبي ده غلبون يعني بيحكوا بيحكوا السودانين طرفة لطيفة جدا عنه واحد مهندس شاطر جدا حضر في لندن في الهندسة الميكانيكية لما جاء السودان بقواه مدير لشركة هي صنع شركة البيرة هنا كانت في بحري شركة البيرة كانت بتعمل البيرة بتجدها للسكارة ده في كل عنحاصونا دي رساقطة كده بوزعوها للسكارة مشهورة يعني البيرة مجمل لما انجوا كده عند عرضي خاص يبدوك سيارة يبدوك للبيت سيارة يبدوك بدلات وبيبنوا ليك بيت وكده فالمهم انه الشاب ده باعد حضر الرسالة بتاعته بقوه مدير للشركة دي لكن طبعا زي قصة الاسلام السياسي دي بيتدرقوا كده بالاسما والترقيع والتزييف ورقش الاسما الجديدة فسميوها شركة التقطير السودانية او الشركة السودانية العالمية للتقطير كلام زي ده يقطر شوما زي هنا قطير العرق ده يعني الشركة السودانية العالمية شنو كده للتقطير يسمى كان كده في بعدي فالولد لكن هي شركة تلبيرة يعني هو معروفة يعني من هذا العام مهما كتبوا التقطير ولا كده وبيتعزي الاسلام السياسي ده ما بتمشي فجأ لي ابو راجل عامل بسيط رباه بالحلال وكده فجأ راكب العربية جديدة وكده الدت له الشركة قال لي ها ولدي ان شاء الله قتلت منصبا كبير قال لي كيف يا ابا انا الان بقوني المدير العام لشركة التقطير السودانية فتقر ابو ده خدرجي ولا عامل ولا صناعب فقام ادبع الرجل قال لي يا خسارة ولدي اعلم فيك زمني ده كله بالحلال اخر حاجة تطلع عليه ستين داية فبيمنتهى المباشرة ولا مشد عليه قصة التقطير والشركة العالمية والامتيازات وكده انا افتكر انه نحن لازم نهزم الشعارات دي وهزيمة الشعارات دي بكشف الممارسة العملية لهؤلاء انا واحد قال لي لي الفوبيا بتاعة اليسار عندك قلت لي لان ما بعرفهم قلت لي لما انت نوم في بيتكم هم بيقعد يتآمروا وقلت لي الواحد منهم بيتآمروا وهم مرفودين رفض بالدال يعني بامكانات ضخمة جدا في الداخل والخارج ويستغلوا استغلال رهيب جدا الواحد منهم بشكل له والفي منهم لانه ديل مبزولين لشيطانهما الكبير مبزولين وانا اقول لك الامثلة انا الليلة دي الحلقة دي داروا يثبت بيها مسألة مهمة جدا انه ماذا لتاريخ اولادنا ديلة المتظهرين ما بعرفوا وكثير من الشعب السوداني ما بعرفوا ولا حضرت لي هي في ذهني لانه انا بعرفهم تماما انا حقول تجربة الحزب الشيوعي وتحالف اليه ونفس التحالف فصله من قطع ما يدي بين مناسبة ما يدي عمل الحزب الشيوعي السوداني وعملوا الناصريون اللي هما سلين في القومين العرب بمساندة من عبد الناصر والاشتراكين العرب اللي هما البحسيين دي المجموعات اللي عملت انقلاب جحف النميري 25 مايو وظلت تحلم بحكم السودان من 64 الى اليوم اصط هذا الحلم ما مات انا والتحالف بتاعته بيكرهوا بعض جدا وتكتيكيا البحسيين ما بدوروا وهم ما بدوروا البحسيين وبدوروا الناصريين وفي ادبيات يعني كمية من الشتائم كمية من الموت صدان حسين ده قرض الشيعين كلهون عبد الناصر قرض الشيعين المصريين وازلهم طبعا بحبوا الناس اللي بيزلهم ازلهم وحلل حزب الشيعين المصري حزب الشيعين المصري عزي محلول وكل الجرابيع بتاعنا ومدير جابهم جابهم دخلهم في الاتحاد الاشتراكي العربي وظلهم عول الليلة دي كان في السينما كان في المسرح كان في الادب كان في الام خطان تحت رقلو صدام خطان تحت رقلو وعبد الناصر خطان تحت رقلو ونبيري خطان تحت رقلو وانا دارس بيطل لكم انه دايما الطغاة ينتقموا من الشيعين لمصلحة الجماهير الجماهير دي يعملوا فيها الدائرين وبعد ذاك يؤدبوا انا هحكي تجربة غريبة جدا اول حاجة هم يتكلموا الان عن الحريات والديمقراطية والتقسيم العادل للسلطة والثروة وكذا كل الادعيات ايزوا ممكن يقول كلام شئر في مكارم الاخلاق ومحاسينها والعدالة وكذا لكن خليه لما نحكم كيف يتصرف انا هقول لكم مداخل وبعد ذاك في جلسات اخرى نعدد كيف يمارسون الحريات والديمقراطية وكيف يعاملون الشعب جحف الناميري ما عنده حزيب ما عنده تكوين ما عنده اي قيمة جماهيرية ما جا من اي قوة اجتماعية تسند وفكرية وغيرها يتلقفوه شيوعيين انا هقول لكم ماذا فعلوا في القطاعات المختلفة اول حاجة هم والناصرين والبحثين اول ما مسكوا السوداني اول شيء صفوا كل العناصر الوطنية من الجيش السوداني صفوا كل العناصر الوطنية من الشرطة السودانية حلوا جهاز التخابر كان منبسق من الشرطة وكونوا جهاز امني جديد فيه مكتب حمد الله فيه ناس عبدالله عبيد عليه الرحمة وفيه سمير جرجس بتاع الحزب الشيوعي قبطي كان في الميدان سكرتير تحرير الميدان مجموعة هم ما تكونوا اول جهاز امني ومخابرات جهاز امني عملوه فيه مكتب فارو حمد الله مجموعة من الشيوعيين وده قام عليه جهاز التخابر بتاعني ميري لحد ما فات حلوا كل الاتحاد ده على مستوى الشرطة والجيش والامن دخلوا كالسم كل الاتحادات الطلابية حلوها كل حلوها وما نافسوا بس حلوها للأبد حتى في المسميات يعني اتحاد الطلاب ده لغو وعملوها سكرتارية الجباهة التقدمية بالتعيين يجيبوا البحسين يديون هنا يجيبوا الشيوعيين يجيبوا الناصريين يجيبوا حزاب البيبسيكول المستقلين ده العملوا بهم حاجة يسمى سكرتارية الجباهة التقدمية وكل الاتحادات المستقيل التي جابوها الطلاب بإرادتهم حلوها مش كدوا بس صفوا زملائهم في الجامعة دخلوا كليات بالوحدة رفضوا مئات الطلاب وبعدها الطلاب زمان ما كانوا كتار كانوا كريمة كريمة رفضوا زملائهم بالوحد وفصل وبعدين كان الأستاذة الجامعة نزاك حملة نادرة كان مجموعة من العلماء رفضوا كل كل الأساززة المتميزين في الجامعات المختلفة مش مش إسلامي ولا زول منتمي سياسيا أي زول فيه ريحة بتاع القيم وتراث وإسلام رفضوا أول زول رفضوا عدد طلطي ألاحظوا بالسياسة علاقتوا بالسامي أول زول فصلوا في جامعة القرطوم بروفسير عبدالله الطي ما خلوا زول دخلوا رفضوا البروفيسير دفعوا للترابي عميد كلية الهندسة وشغلوا في السياسة أي زول دخلوا رفضوا في الجامعة وبعدين كانت كانت كشفات متعجلة ومضحكة نسفوا كل الجامعة القرطوم وزحفوا على بقية الجامعات ما خلوا زول يناصحه أو ينتقد حركة نقابية صفوها من كل القيادات الوطنية والحزبية والإسلامية حتى الاتحادين كلهم فصلوا مسكوا الإعلام ده ما فضلوا زول يعني البلد دي ونحن للأسف يعني صحيح لما جاءت الإنغاز رفدتهم كلهم كده المعاملة بين المسك لكن برضو في ناس راحوا في الرجلين يعني وده اقتداء سيء يعني أنا أفتكر إن جزء من النقدة الذاتي نقول إنه ده اقتداء سيء يعني لكن هم المارسوه بطريقة المعلمين رفدوا كذا ألف معلم لغوا المغررات كلها أي حاجة فيها ريحته الجامعة الإسلامية دي الجامعة الإسلامية أول قرار عمل بالنسبة لأول قرار عمله حولوا الجامعة الإسلامية دي من الجامعة الإسلامية إلى كلية الدراسات العربية لغوها أول قرارات عملها وقبل ما قبل ما الرئيس الحكومة المحجوب قبل ما يحتقلوا المحجوب وقايد الجيش يحتقلوا دكتورة ترابي اول سجين سياسي في مايو الشيعين ما شوليه في فيترا وما في كوبر الشيخ الترابي عارفين ليه انه ما افتكروا انه ممكن ايجي شاب عمره 29 سنة يبقى عامية كلية القانون يبقى بطل ثورة اكتوبر هما منهم من بناسبة اول مايو وزعوا بيان قالوا الترابي كادر جاي من فرنسا ويتابع للحزب الشيوعي السوداني القصة ديقى لقلته الحق دي دا استمر لغاية مشاق حسن دا عليه الرحمة مش المقابر يفتكروا انه الاجندة بتاعة الحركة السياسية دي من 64 للليلة بيضعها دكتورة ترابي اول معتقل السياسي ودكتورة ترابي ذاته يعني ما كان عنده كله اثنين ولا ثلاثة في البرلمان يعني الحركة الاسلامية لم تتسع لكن هم كانوا يعرفون عداءهم حتى مستقبلا لا مشو لرئيس لا مشو لوزير الدفاع لا مشو لقايد قوات مسلحة اول معتقل افتتح قوبر 69 الدكتور حسن الترابي بعدين يعني انا اه حقول لكم ده على دمعا مستوى الطلابهم الصحافة سيب التكبات الصحافة ومصادرة الصحافة والشبكة والماء اول قرار عمله في الصحافة صادروا الصحاف وامموها وجابوا محجوب محمد صالح ده امم بتاع الياب محجوب محمد صالح وشريكه محجوب عثمان محجوب محمد صالح صادر الصحاف واممه وشطب الديمقراطية بتاعت حرية الكلمة والتعبير في السودان ومحجوب عثمان شريكه بقو وزير الاعلام واحدة واحدة من الحاجات المؤسفة جدا في تاريخ السودان هي محجوب عثمان ده لهو عضو اللجنة المركزية الحزب الشيوعي وشريك في جريدة الايام انا بذكر جزء من الفضايح بتاعتهم في ممارسة العمل السياسي والبعدة اللا اخلاقي في التعامل مع الاخرين والخصوم في زول في الدنيا ممكن يتطاول على الزعيم اسماعيل الاسهري في زول ممكن يعمل عملية زي دي حتى وهو ميت اسماعيل الاسهري ده يحتقلوا رمو في كوبر فهو مريض خضر حمد عليه الرحمة قال لنا جماعة احتقلوا لكن درى في علم الاستغلال هذا الرجل مريض ما بيحتمل له زنزانة ودوم السيشفة قال لك وقت في السجن قاعد في السجن حالته ساءت جدا نفسيا وجسديا لما ابلغوه انه شقيقه الوحيد على الاسهري توفى توفي عليه الرحمة جابوه من كوبر حضر الدفن وقف الرجل مريض كبير في السن الدنيا ده كلها توافدت على الاسهري وهو قاعد هو دايما ازهر عليه الرحمة في كامل اناقته بالكرافيتة شافوه الناس نزع الكرافيتة دي يعني قرب ينهار دخلوه غرفة قال له ده لي موية باردة وهو بارد شاله وصديقه احمد اسماعيل ده وداه وداه القسم الجنوبي وداه القسم الجنوبي اسهري ده جات اسرة بيتقابل دي تبكي قالت لهنا يا جماعة ودوا لندن نحنا بندفع الاتحادين بيدفع وقال له ولا نقعد في المهنة الجنوب ها مو يسافر اسهري ده الاكسجين خلص عنبوبة الاكسجين خلصت الزجاجة فماشو جابوا له زجاجة وهو يحتضر دجاجة الاكسجينة جابوا له فارغة فارغة مقصودة متوفى الاسهري بسرعة جابوا لهم جابوا لهم في اغسطس جابوا لهم اسعاف لا كانت في واتسابات لا تلفونات وكذا اسهري ده اخرج روحه ضجة الخرطون دي بانه الاسماعيل الاسهري الزعيم يتوفى بسرعة جروة دول بيت السودان ده كله جاه وكانت هو الهتافات زعروا كانوا مريفوغ المتظاهرين ده بالطيارات خرجت البلد كله انا حسيب اتكلم عن الاعلام لانوان اعلامي شوفوا الشرف المهني كيف كانوا يمارسوا الشيوعيون اسهري اسهري المعروف للقاصي والداني حتى للاطفال محرر السودان دون ان يري قدما منطبعا حتى اتفاقية الاستغلال في 53 وقفوا ضدها حزب الوحيدة الوقف ضد استغلال السودان الحزب الشيوعي بعد ذاك لما بقت فضيحة عملوا نقضي ذاتي فتحوا كتبه لانه هما دايرين الدم لانه جزء من الفهم بتاعنا الصراع الحق لازم شلبي ورا بالدم لو حاجة حصل حسيدي الان رافضين رافضين اي مساومة سياسية لمصحة الجماهي لانه دايرين الدم دايرين الدم اللي بيجيب الفترة الانتقالية اللي بيحكموا فيها لانه لا مستقبل لهم مع الحريات والديمقراطية والصنادي الفضيحة الاعلامية أنا دارك أنا حسب مريت على الجيش والطلاب والنقابات وكذا أسهري إسماعيل الأسهري بعد من قتل هو حقيقة اقتالوه على طباء الشيوعين في القسم الجنوبي في الخرطون دا اقتالوه أدو أبو يدوه أنبوبة بتاعة أكسيجين اقتالوه لكن الاغتيال التاني الذي يمثل سبة في أعناق الإعلاميين الشيوعين والصحفيين السودانيين ومحجوب عثمان الجبن بتاعهم ما قدروا يزعوا وفاة أسهري النشر اللي بيسمعوها كل السودانيين في كل أنحاء السودان نشرة الساعة ثلاثة مجلس قيادة السورة متمع فيه باب كر النور فيه هاشم العطف وحمد الله ومجموعة والكوادر القاعدية كلها من القيادات دي ناس الهاموش وكذا دا كلهم وبو شيبة دا كلهم متمعين كيف يتصرفوا في خبر وفاة أسهري الزعيم الساعة ثلاثة يزعوا تخيلوا محرر السودان ورئيس مجلس السيادة زعوه الساعة خمسة مع بقية الموتة لكن الفضيحة الكبرى جماعة توفي صباح اليوم اسماعيل الأسهري معلم سابق بالمعارف السودانية بالله فيه وضاعة والتفاهة وقلة وضنية زيدة ممكن زول يتصور ممكن زول يتصور انه اسماعيل الأسهري يدس في مجموعة موتة الساعة خمسة في نشرة ما بيسمع زول يقولوا توفي اليوم اسماعيل الأسهري صباح اليوم اسماعيل الأسهري كان معلما سابقا بالمعارف السودانية كل ما قدروا عليه الشيوعين في احترام اسماعيل الأسهري وقلة الوفاة دي طبع ما في أي مهنية ولا في أزوب ولا في أينسانية أنا والله محمد وردي الله يرحمه بيحكي لي قال لي يا حسين أنا يوم قاعد لي في مناسبة كده قالوا لي يا أخي عمر مصطفى المكي توفى من أمباره وأنا ما سمحت قال لي مشيتش فاتحة فيه قال لي صديق عمر مصطفى عمر مصطفى ذا هو من الناس اللي انقسبوا على الحزب الشيوعي وبعدين انقسبوا قسمة كبيرة سبعتاشر سبعتاشر فقام قال لي عمر مصطفى ذا أفهم من عبدالخالي قال لي لو في زون بيعرف تاريخ الاشتراكية والمادية الجدلية وكده عمر مصطفى المكي دا وكان رئيس تحرير الميدان واجابه صلاح أحمد أبراهيم في معركته في أكتر من كم وعشرين مقالة عمر مصطفى المكي قام قال لي أنا حقاعدين في بيت البيكة كده أهله قالوا لي هل تصدق يا عمر إنه الميدان ما جابت خبره وإنه الكلام دا بعد أن انت فاضه وقتلون الميدان كان رئيس تحرير عمر مصطفى المكي ما جابت خبر وفاته كان رئيس التحرير قل ليه ما شاهدت لي في المكتب قبقبتو قال ليه قالي الأدب قبقبتو قلت له يا انت قلت له يا تياني الطيب لما عندك أخلاق عمر مصطفى ما كان قاعد فيه كرسيك دا لما انت ما بتنفع ليه سكرتير تحرير كان قاعد هنا دا في مكتبك دا قال له يا أخي بحق المهنية ما تقول عن أي حاجة قول توفي أمر مصطفى المكي كان رئيسا لتحرير جريدة الميدان قال ليه جدعت ليه جريد فوشه وطلعت دا لا خلاق لهم ولا وفاء لهم لا لزمالة لا لفكرة لا لرفقة دا قطة أسهري والمصطفى المكي أنا حقيقة داير أتكلم بقضية أكبر إنه كيف كانوا يمارسوا الحقد السياسي ضد الآخرين أنا حاحكي عن قضية الجزيرة أبا القضية الحرقاني شخصيا لأنه أنا ودي أنصار يعني شفتها وعارفها كيف عملوا الشيوعي من الألف إلى الياب عزيز المشاهد من المحطات المحزينة جدا محزينة في تاريخ السودان طبعا يا جماعة أدار أقول لكم حاجة بس إنه هذه الثورة تسيدها إعلاما ونقابات وجيش كوادر إعلامية الصحافة كلها الحزبة الشيوعية تماما ما يدين فيها عشرين وزير فيها إتناشر وزير شيوعي وباقين مغفلين نافعين الإعلام ده ما في زول ما حقهم بعدين أدار أقول لكم حاجة زول اللي كذبني أعلم هما حكموا تسعة وستين وسبعين وواحد وسبعين لحد ما حصل إنقلاب تسعة تسعتاش ريوليو عارفين السنتين والنص دي ما في صوت آخر لوطني لحزب أمة لإتحادي لإسلامي لأنصار سنة لازوالساكت موضوعي ما في زول دخل الإزاعة والتلفزيون ما في زول كتب في الصحف غيرهم ما في حسنا لما نيجو في غنواتنا وإزاعاتنا وجرائدنا يستضيفوا لك الشيوعين بس تقرأ والتلون سنتين ونوص ما في ود مقنعه من التيار الوطني ده دخل قال لك كلمة في مؤسسات الشيوعين في أول مايو ورفضوا أيزوا أول زول رفضوا على شمه ده على شمه ده ما يجعلها بالإسلاميين زول مهني وعالي مقاعد صفوهم بالواحد ما خلوا زول يا تبقى شيوعية من الجزم بتاعتهم حتى ينتقلوا غير كده ما في طريقة ولا بيخجلوا ولا بديسوا ما خلوا أي زول ما خلوا أي زول وعلى مستوى المرأة وعلى مستوى منرزمات الشباب يا هلولة على مستوى الفنانين على مستوى العازفين ما خلوا زول ما يدي ما سبتوا إلهم الموكب بتاع العمال اتطلع الحاج عبد الرحمن اتطلع الشفيع أحمد الشيخ اسمه موكب تيان يونيو موكب اتنين يونيو عام تسعة وستين الشفيع أحمد الشيخ قال له نشوفه أنا دائر هتاف ونسمعه في مكة وفعلا الرايات الحمراء ملت القرطوم ما في زول من الأحزاب التقليدية دي والله الوطنية والتيارات المناوية دي قاعد في بره كله نعتقلهم أخرسوا البلد دي تماما لما أدركوا إنه الخدمة العامة والجيش والسلطة ومعدين من خلفهم المخابرات المصرية وعبد الناصر عبد الناصر تماما شوفوا صورته مع ابو عيسى شوفوا خلاص ما هي خلاص قسمة كانت الناصرين والبحثين ومن فوقهم الحزب الشيوعي السوداني استلموا البلد دي تماما وأي حاجة دارين عملوه عملوه صادروا أمموا يعني مأساة الاقتصاد السوداني ده المصادر والتأميمة اللي عملوها الشيوعيين مع الميري مأساة أمموا أي حاجة حتى شركات الأحزية عثمان صالح ديل أمموا أي حاجة حتى الله يبذكر فيه جنب والدنا كان ناس عثمان صالح ديل عندهم مصنعة بتأحزي عنده شورو في بحري يوم جوا أساكر قفلوه كده قالوا صادروه دكان بتعجزهم أي حاجة أي حاجة تصادرت ودي المأساة التي تعرض لها الاقتصاد السوداني إلى الآن ويدفع احتمان غالي جدا لكن أنا دار أحكي لكم أفضل حكاية في تاريخ السودان طبعا الشيوعين ديل عندهم جن اسمه الأنصار يفتكروا أنه ما دام الأنصار ديل قاعدين في السودان لا ما في أي طريقة لتطور التجربة بتاعة الشيوعين في البلد ديل ولذلك مما الإمام الهادي ده مشى مشى الجزيرة أبا ده ورق الإعلام بتاعه شي غنا شي مقالات هتافات ومظاهرات وبدوا يفتعله طبعا أسكى الناس فيه صارت الفتنة إنه الجامعة دي لما دخلوها دخلوها ناس الخاتم عدلان وصدق كبل والمجموعات دي في دبابات أبو قاسم محمد إبراهيم ورفعوا الشعارات بتاعة لنط ظل الجامعة جزيرة رجعية في وسط ثوري متلاطم رقبوا الدبابة بتاعة أبو قاسم محمد إبراهيم دخلوا بها الجامعة وقال لهم سأدخلها كما دخلت الجزيرة هذا لوعوا البلد دي لوعواها وهم بيفتكروا إنه الطليعة بتاعة الدفاع عن البلد الإسلاميين لأنه دي القوى الحديثة لازم يقضوا عليهم صفوهم من كل الجامعات وبعد ذاك دوروا ليك الأناشيط تحسبوا لعب شليل ترتار وقيرة ويا حارسنا وفارسنا ويا بيتنا ومدارسنا وبيك يا مايو يا سيف الفيد المسلول نشيق قعدانا عرضي وطول البلد دي كانت ضاجة بالهتافية والتحريض قاموا ودوا نميري رحلة للنيل الأبيض ما عنده أي معنى إنه الإمام الهادي قاعد هناك وبلملة في المعارضين والسلاح وكذا فقاموا افتعلوا له والرحلة كانت استفزازية لجحفر نميري للنيل الأبيض الرحلة الفنيل الأبيض واحد كده من بوسطة الأنصار هتف كده الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد ومن عادة السودانيين تحت يده دي هنا فيه سكينه حادية موجودة في أي حدة في السودان رابط سكينه هنا دي الله أكبر ولله الحمد قبضوا رموه وقطعوا الزيارة ودور إعلام الشيوعين إنه الرئيس جحفر نميري يتعرض لعملية اغتيال في النيل الأبيض وبدل الحشود والهتافية ومجتمع الكراهية وكذا أنا حقول ثلاثة حقائق أولا المواكب اتطلعت في العاصمة لتحريك السلطة ضد الأنصار في أبا وادنباوي كان قيد التجاني الطيب يسمى لجنة العاصمة لجنة العاصمة دي لو دورت مجموعة من المظاهرات لضرب الثورة المضادة وتأييد السلطة التجاني الطيب ده مع كوادر الحزبة الشيوعي مظاهرات بالليل والنهار تحرك جحف النمير وبقية القيادات لضرب الأنصار في الجزيرة وسليمان حامي السكرتير التنظيم للحزبة الشيوعي قال لو لا المظاهرات التي أخرجها التجاني الطيب في لجنة العاصمة لما استطعنا أن نقطع تردد السلطة في ضربها للجزيرة يعني نحن الحرضنا وقطعنا تردد نمير عشان يضرب الجزيرة ودوا مجموعة ابو الدهب ومعاه برير محمد نور ودوهم لما لما وصلوا هنا ده القطينا فتحوا الخطاب بتاع الأوامر قاموا قالوا قالوا لون تبشوا تحتقلوا الإمام الهادي تجيبوا من أضانوا لأخارطوا حتى برير قام قال لون قال لون يا جماعة أنا كيف يتمدني مدرعات سيجننا أولاد أنصار نحن ما بمشي كده لما نوصلوا الجاسر وطبعا زاتوا عسكرية درجة عاشرة في الجاسر قال أنصار قطعوا الطريق قدامهم وراهم بقت المجموعات المجموعة بتاعت المدرعات الدخل على جزيرة أبا محاصرة طلعوا فيها الأنصار بيسكاكين وقرب يطبحوا أبو الدهب وبرير ومجموعاتهم فقام يعني أبو الدهب حريف قام قال لون تودوني الإمام المهدي الإمام الهادي قدال الإمام الهادي رجل صاحب قلب كبير وأبو لكل السودانيين قالوا له الروايتين مضحكات جدا واحد من الروايات قال له الله نحن نقصه كنا ماشينا الجنوب وقلنا نخشاك هنا تدين الفاتحة ونتبرك منك وبعد شوية قاموا قالوا له يا أخي خلاص مادام عندك يعني خلاف مع السورة وكذا وبتاع نحن نعمل معاك اتفاق وعملوا اتفاق كذا قال له أنا ما أدير منكم حاجة غير إنكم تبعدوا الواجهة الشيوعية عن هذا النظام وبعد ذلك نتحدث في أمور عادة الديمقراطية وأي فساد ولا تجاوز يحاسب عليه الناس شالوا الورق دو طلعوا نفس القوة اتطلعت منه حتى المرحوم محمد صالح عمر مستاذ القانون والشريعة قال يا سيدة الهادي دي الكذابين نحن نعرفهم اعتقلهم يكون عندك كرت في يدك قال لي اخذ المندوبين يعني لن يصوروا عندي أسارة قال لي سيدة الامام دي الكذابين دي ما جوا يشيلوا منك البركة واللي يتفقوا معاك دي جارون يقتلوك في بركة بيجي شيلوها بيدخلوا لها بذبابات كانوا يركبوا لهم عربية لاندروفر يجي ودخلين عليك نفس القوة دي طلعت بره وتمركزت وبدد القصف على الجزيرة ثلاثة يوم يضطروا الأطفال يمشوا الجهة الشمالية الغربية من الجزيرة أبا يحتموا بالغابة والطائرات لدول أخرى منها المصريين كانت طائرات في وادي سيدنا هنا بعد هزيمة السبعة وستين قصفوا الجزيرة أبا دمروا المسجد الكون ودمروا المدارس ودمروا قرى الناس ثلاثة يوم بلياليها قرية آمنة مطمئنة ثلاثة يوم عارف الثلاثة يوم دي بعدين قشعة المعركة معركة من جانب واحد قرية ما فيها زول مسلح عارف عدد القتل تمنمية وخمسين قتيل من الأطفال والنساء والرجال وكبار السين تمنمية وخمسين في ثلاثة يوم الإمام الهادي لما شاف القصة كده قال لوني يا جماعة يعني شاروا علينا الشريف حسين وكده قال له هاجر فالإمام خرج للهجرة وقال له سلموا الجزيرة عشان كان ممكن يدكوا كل الناس رفعوا الإعلام وقال له خلاص الإمام طلع واحدة من الحزب الشيوعي في كرمك لأنه كانوا مرغبين الحدود دخلوا في صدام مفتعل مع الإمام الهادي وما شاء سلاح وكده قتلوا ملازم سيف الدين الهادي سيف الدين النادي طروا الإمام الهادي في فخزه وظل ينزف من أول النهار إلى الليل بنفس الموت بتاعت الخليفة عبدالله على مرفق وفخز يعني زبيل رحلته في الدين والعقيدة سيف الدين النادي ضربوا النادي وقف كده عشان يشوف لهم ويليهم ضربوا وكتلوا قتلوا الإمام الهادي قدلوا سيف الدين النادي والأخبار تتواصل مع مجلس قيادة السورة وشيعين محكرين في النص أصدروا قرار يقتلوا كل الناس كان الإمام الهادي الوقت توفى كتلوا سيف الدين الناجي ملازم لما جاءت الأوامر الحية الوحيد خال الإمام الهادي محمد أحمد مصطفى كتلوا ده بأمر من الشعين النمير كتلوا صفو بدم بارد قالوا اكتلوهم الجديد المسلحة للرجعية السودانية وقال لأن هذه المجموعات وهذا الكيان هو الكيان الوحيد الذي يقف في سبيل تطور الحركة الديمقراطية والاشتراكية في بلادنا هذا ليس درسا لحزبنا ولكنه درس لكل القوى الديمقراطية أن تتدارس النتائج الإيجابية التي حدثت بضربة رجعية في الجزيرة آبا والنباوي شمات والبيان دا ذاته أنا الكلمات دي ذاته قاعدة رقيقة يوم سبعتاشر ربع قاموا بناتنا دين لما نجابوا في البرنامج بتاع رجل في قبضة النساء قاموا قالوا جابوا صديق يوسف المهندس صديق يوسف ناطق الرسمي بالحزب الحزب الشيوع الذي أفنى زهرة شبابه في دعم هذا الحزب اليهود الصهيوني الملحد الفاجر الخارج على تقاليد الأمة والدين سألوه قالوا حريات حريات البنات يسألوا فيه يأتي حريات اللي بتتكلم عنها وده البيان بتاع عبدالخالق محجوب الذي أرسل فيها القاهرة يوم سمع تاشر أربعة يشمت ويسمن عاليا ضرب الأنصار في الجزيرة أبا والنباوي قالوا ما شفته يتمام ذاكر حتى تاريخ حزبك دي أهم وسيخة في تاريخ الحزب الشيوي تضيقوا ما عارف يتعارف شنو ما تمشي تستقيل خد المعاش عارفة زي عباطنك لكن كذاب كذاب أشر يتو قرآن كون شنو ما هي الثورة السودانية بتاعت عبدالخالق المحجوب الكتيبة البالدة عندهم شنو غيره ما عارف إنه عبدالخالق المحجوب رسل يوم 17 أربح بيانه يؤيد فيه ضرب الأنصار في الجزيرة أبا والنباوي يوم 27 28 29 ضربوا الجزيرة أبا يوم 30 29 30 خرجوا 250 أنصار اللي يسملموا مذكرة الخرطوم هسه يتكلموا عن المسيرات المسيرات السلمية 250 أنصار يطلعوا بعد صلاة الفجر عشان يسلموا مذكرة سلمية لوزير الدفاع أو جحف النميري يدينون فيها مجزرة الجزيرة أبا قفلوا على لون الكبر جراج عين جامعون درمان أنا دي شوف تابعيني أنا صبي من الوسط ومتحنا السانوي عام 70 جرينا من بيوتنا لأنه سمعنا الرصاص دور والمدرعات والكذا وعضاء الحزب الشيوعي والكوادر والمدنية والعسكرية كانت في القسم الشمال يبدرمان لما نجراج عين دخلوا المسجد يتناولون بالمدفعية السقيلة تعرفوا نحن لما مشينا قلنا 250 أنصار قتل 250 الرمون كده زي زي الأراني والله شوفناهم جابوا جابوا العربات بتاعة التراب دي شالوا أكرم أبناء السودان من حافظة القرآن وطلاب المسيد بيحبصوا القرآن كتلون عن بكرة أبيهم والله يدعوهم كده زي الخرفان زي الخرفان النافقة هذا المشهد ما زال ولذلك من اليوم داك من اليوم داك قلت والله الشيوعين دا لو يبقى عمر أرد بسيم سيم نحن نكمل اليوم ولذلك أنا لما نقسمت نحن أحياء فينا عرق ينبض بالحياة شيوعين ما يحكم البلد دي دي مواقف ودورت الحفلات تحسب بلعب شليل ترتار وقيرة جري ورط بطان فوق الدميرة والأناشيد وكده الوسخ دا اللي بتسمع فيه دا دا كله كان قديم بس دي نسخ جديدة التمتمدة ضد الوطنين والمسلمين من كل التيارات ندور من 69 لكن ربك يمهل ولا يهمل دعوات المظالم دي من الأنصار والمساكين نفس نفس الدرس العلمه لجعف النميري وولغ في دماء المسلمين العام والبسطاء دفعوا ثمن غليم دفعوا الثمن تماما ما كتلكم جعف النميري كتلكم دعاء الصالحين عبدالخالي الشفيع جوزيف قرن ما خلوا زول كتلوا كتلوا وبعدين أنا بجي لحلقة ثانية عن 19 يوليو وكتلت لعشرات الضباط المساكين ضباط احترافين ما عندهم شغل فيه مايو كده كتلون فيه بيت الضيافة والآن الآن طلع كتاب طلعوا نقيب اسمه العميد اسمه سرور أنا بجيب هنا دبي تسجيل عمل معه تسجيل في كندا الهان هو لاجئ سياسي في كندا طلع كتاب جاتوا يغزط روح طلع كتاب قال أنا أنا قال القتة معنا ساشم عطل الانقلاب 19 يوليو وأنا كنت مسؤول الحزب الشيوعي عن الضباط الصف والجنود نحن قال كتلنا الناس في بيت الضيافة نحن الكتلنا الحزب الشيوعي قال أنا واقف لما سمحت الرصاص كده جاني طال جبار وحرد له قلت له نحاص شنو قال له تخ زباح ون قال زباح ون طلع اعتراف وكتوب أنا بجيب قلت قال إن دم الضحايا دي بروح الروح ما بتروح ولذلك ما قتلكم الشعب السوداني نفس المستبد الدكتاتور الذي علمتموه أن يلق في دم السودانيين هم الذي يحولكم إلى المقاصل والدروح الشعب السوداني ما عنده في يدهم الحرامية تشكلوا القتل تشكلوا المستبدين تخاصموا ولذلك قتلوا بعضهم البعض الشعب السوداني وبعدين ياتوا الشيوعي مات في سبيل الوطن معارك الدنوب كلها ما مات فيها الشيوعي معارك الشرق والغرب ما مات فيها شيوعي المعارك دي كلها مات فيها لصالح الكراسي والفكر العدمي الذي يؤمنون به وأنا بقول والله في آخر هذا البرنامج بقول لأولادنا شوفوا هؤلاء بتدريبهم العميق وانتهازيتهم العميقة استطاعوا أن يخترقوا كل منظمات حقوق الإنسان الحقوق العدلية والأمريكان هم الآن بالمناسبة هم الآن والجمهورين يشكلون البطانة بتحت المخابرات ضد العالم العربي والإسلامي وانميري ده ساته قصب زهري عبدالخالق ومحمود محمد طاها محمد طاها الذي كان يوزع أوراقه وكتبه ضد الحركة الوطنية السودانية أي ضربة تقع ضد الأنصار والاتحادين والإهتهمين محمود محمد طاها يطلع كتب يدعم فيها جحف النميري نفس نفس الدم الذي يعني أهدره بالكتابات وبالتحريب دفع تمن غالي نحن ما كتننا محمود محمد طاها شعب السوداني لا كتل محمود محمد طاها ولا كتل عبدالخالق المحجوب ولكن الدم ينتصر للدم ودعوات الصالحين لا حقتهم حتى ما حقتهم شعب السوداني يتفرج لا يد له في ذلك ولذلك أنا بقول لأولادنا ونحن حسنا الآن الحمد لله الحمد لله فدينا بدمعتنا وشرفنا يقولوا الدائرين كذبا ونفاقا أقلام مشوهة وكركتيرات مشوهة وأكاذيب ليلة نهار نحن افتدينا الشعب السوداني أنا لما جيت لقيتهم خلاص كتلوا الشعب السوداني أولاد الشعب السوداني لبدوا واخترقوا الأحزاب نقول للسيد الصادق أولادك الشغالين دي كلهم الآن بيحركوا القصة شيوعين وبقول للاتحادين الأولاد اللي بيحركوا قصتكم دي شيوعين والأولاد اللي بيحركوا حسع دي تجمع المهنين شيوعين والذين يديرون الآن في بار في لندن اسمه 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 قردة الغلوتية هناك في لندن بيحركوا بتتحرك منه المظاهرات دا الباردل بتتحرك منه كل الأنشطة برضو ما سكنه الشيوعين الآن ديل مسيطرين على الحركة بسيطين جدا ما كنا سكيا جدا مدربين جدا الآن ديل هم اللي بيقيدوا الحراك دا الآن ديل الآن تحت يدهم 250 مليون دولار ولذلك أنا قلت ليكم قلت ليهم ما في زول يتحرك ما في كاتب بيكتب ما في مظاهرات بتطلع ما في كده إلا يدفعوا ليكم وينبعثوا في الشارع وفي الآخرة على نياتكم لكن عندهم 250 مليون دولار المظاهرات دي فيها كثير من الأولاد الصادقين فيها كثير من الشعارات الصادقة وديل أولادنا وعندهم الحق يحلموا بمستقبل زاهر وبسودان جديد وبقيم جديدة لون الحق لكن الذي يحدث الآن في سماسر اليو في سماسر اليو انتم ما حتقبض قروشه ولا حتقبض مستقبله ولا حكوماته لكنني أيضا سعيد أن هذه اللحظات التي مرت بأموالها الحرام وبغضبتها الحرام وباغتيالاتها الشخصية والأدبية لكل الأحرار حتى أسكت كل الأصوات ذات الحكمة والرشد أنا بقولي أنه الآن التيار الوطني الإسلامي العريض ينطفض لا لمصحة سلطة السلطات بتفوت نحن نتكلم عن تيارات بتدمع كل شعب السوداء عابرة حتى للسلطة والآخرين عابرة للأحزاب مترفعة عنها ستحمي هذه البلاد ستحمي شرف هذه البلاد ستضحك أخيرا ولكنها ستبكي على الذين ذهبوا هدرا تحت هذه البيعة والشروا الرخيصة التي يمسرها تحالف اليسار هذه دعوة جماعة هذه دعوة وأنا عندي وثائق كثيرة جدا حاجيبة أنا ده استعراض خفيف جدا للذين يدعون الديمقراطية والهريات أنا يعني أودعكم لحلقات أخثر أخرى أكثر ذكائي من هذه وأحسر أكثر تحضيرا أنا المسأل الذي خالد في ذهني تماما الوالد الشريفية بكت بكاء مررا على اثنين الإمام الشهيد الهادي المهدي جاء واحد من أخواننا كلمة قال لها الآن زعوا بيان قالوا إن سيد الإمام الهادي قتل هي من بيت شهادة حفيدة الشريف أحمد والطه أول شهادة المهدية بكت بكامر جدا وأتذكر أبيات قالتها قلبك ملحم من الدبادي من الدبادب طاير جامس عركة الواقع القيولة دماير الموت يا جليس مروبة كاسا داير سمحت عليك متل نورة العريس الساير سمحت عليك متل نورة العريس الساير الإمام الهادي المهدي كان عريس الفرسان وعريس الشهداء وما دمنا نحن أبنائك وأحفادك على هذه الأرض لن يتنكر أحد قريبا بالقاف أو غريبا بالغين لكل هذه التضحيات في سبيل هذا السودان الصامد العزيز المسلم تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة